أعلن أنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد الثاني وأنا على قناعة تامة أنه أهل المسؤولية جدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة وأنني على يقين راسخ بأنكم ستكونون خير سنداً له كما كنتم معي فما بين الحاكم وشعبه في وطننا من عهود الوفاء والمحبة والود عميق وأصيل عمق وإصالة تراثنا وتاريخنا المجيد وأنني على يقيناً أيضاً أن تميم سيضع مصلحة الوطن وخير أهله نصب عينيه وستكون سعادة الإنسان القطري قايته الأولى على الدوام فها هو المستقبل يا أبناء الوطن أمامكم إذ تنتقلون إلى عهد جديد ترفع الراية فيه قيادة شابة تضع طموحات الأجيال القادمة نصب عينها وتعمل دون كلل أو ملل من أجل تحقيقها مستعينة في ذلك بالله أولاً وبأبناء الوطن وبما اكتسبته من خبرة ودراية في الحكم وإدارة شؤون البلاد ومعرفة عميقة بالواقع في منطقتنا وعالمنا العربي بالذات ومع ثقتي بأنكم أهل المسؤولية فأنني أصيكم بعد تقوى الله بالعلم والعمل فليكن العلم هو النبراس الذي ينير طريقكم ويعينكم في صناعة مستقبل الوطن على خير وجه فبالعلم تتخرج الأجيال القادرة على تحمل المسؤولية وبه تسلك الطريق القويم وليكن العمل الجاد المخلص ديدنكم في خدمة وطنكم بعيداً عن الاتكالية والتراخ والركونة إلى الواقع فلا تبنى الأوطان لأجيال الحاضر والمستقبل إلا بجهد أبنائها وسهرهم ولا تصان من الأطماع وتحمى من المخاطر إلا بعرقهم وتضحياتهم ومع ثقتي بإدراككم الانتماءكم وهويتكم العربية المسلمة فأنني أوصيكم بالمحافظة على قيمنا الثقافية والحضارية النابعة من ديننا وعروبتنا وانتماءاتنا الإنسانية فنحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أغطاره بما يصلح به الجميع وأوصيكم بالثبات على الحق والاستقامة على طريق مهما تبدلت الأيام والأحوال وصدق الله العظيم إذ قال ولو أنهم استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماءً قدغن وصدق رسوله الكريم إذ قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أيها الأخوة والأخوات إذنني إذا تحدث إليكم اليوم لأشكر أهل قطر الذين كانوا معي طوال المسيرة وساندون وكان خير عون لي في الظروف الصعبة وساعدوني في مواجهة التحديات وكان هدفي كل هدفي أن ينعموا بالرفاهية والخير والاستقرار والأمن وسيظل قلبي نابضاً بحب هذه الأرض وأهلها فهي أول ما وقعت عليه العين وأول ما التصغ به الخيال كما أتوجه بالشكر والتقدير لكل الذين عملوا معي من قرب فقد كانوا خير سند ومعين في الشدة وفي الرخاء وأشكر كذلك قواتنا المسلحة وجيشنا الأبي على الدور المشرف الذي قام به أثناء قيادته له ولن أنسى ما حييت إخلاصكم جميعاً يا أبناء وطني وأهلي راجياً من الله عز وجل أن يحفظ قطر ويديم عليها الأمن والاستقرار وأن يسبق على أهلها نعمه ظاهرة وباطنة إنه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته